بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي من تابع القناة من خلال هذا الفيديو سأطرح لكم رابطين يحتوياني على مواضيع مسابقة مقتصد لسنوات 2016 2017 2018 بالنسبة لهذين المنصيبين كما ستلاحظون الموضوع هنا عندك سيكون على الطريقة التالية يحتوي الموضوع على جزئين عندك موضوع الأول هو اختياري والموضوع الثاني هو إجباري يعني هذا الإجباري كامل رح تجاوب عليه وهذا اختياري بين مادة القانون الإداري أو المحاسبة العمومية يعني القانون الإداري خاص ب قراءة تخصص في الجامعة قانون حقوق يعني قراءة حقوق وهذا بالنسبة للمالية والمحاسبة العمومية والتسير وهذا عندك إجباري هذا كامل يجب أن تجاوبوا عليه كما تشاهدون هنا مثلا عندك الدولة الحديثة الظاهرة اجتماعية تكتسب شخصيتها المعنوية ومركزها القاوني بمجرد توفر أركام معينة وذكر هذه الأركام هذا قانون إداري هذا بالنسبة للإقراءة وتخصص حقوق ما يعرفوا هذا الإجابة هنا عندك هنا الثاني هذا لازم كامل تجاوبوا عليه عندك معرفة مصطلحات عندك المفهوم العام لميزانية الدولة الميزانية وثيقة تقديرية الميزانية وثيقة ترخيصية يعني هذا مفاهم يعني عندك هنا أذكر مراحل صرف النفقة العمومية تبقى للقانون 21 ساعين هنا عندنا إجابة نموذيجية لهذا الموضوع يعني الناس اللي هتقول لك عندنا عطونا دروس راجعوهم عطونا موادع راجعوهم يعني كما ركوا تشوفوا المسابقة تسجيلات تنتهي في 13 أكتوبر يعني باقي يومين عند تسجيلات وفيما يخص الاختيبار رح يكون في 9 نوفمبر يعني مدة شهر يعني مدة أقل من شهر يعني أقل من شهر ما تقدرش تراجع موديل كامل يعني مثلا الميزانية المالية هذا الموديل ما تقدر تراجعه كامل في شهر واحد هذا يعني نحن في الجامعة كما قولوا كاللي مثلا المدي قرأوه في 6 شهور يعني كاللي قرأه 6 شهور وكاللي قرأوه في سنة كاملة يعني في سوداسيين مثلا الكلاسيك يقرأوها في سوديسيين. يعني سوديسيين تقدرش ترجحهم في شهر واحد. يعني نصيحة لكم. يعني شوفوا المواضيع وشوفوا الاسئلة كيفاش كانت. يعني احتمال كبير راح تكون الاسئلة من هذا القابل. يعني ممكن يحطوا موضوع كامل. يعني يبدلوا في حاجة سؤال او اثنين. يعني تراجع موضوع يعني يجي في ظهرك ومساحتك. يعني بالنسبة لي طريقة المراجعة يعني يلخصهم. يعني حاولي تفهمه وتلخصه. كما لو كنت شوفوا هناك هذا ملخص. محاسبه العموميين. لديك هذا ملخص. هذه يعني تحفظها. تحفظها وتلخصها على حسب قدرة تاعك. عندك انشتهت الاسئلة. قال لك منين يجيبوا الاستدعاء. الاستدعاء بعد الانتهاء من التسجيلات راح تكون فيها فترة. خاصة بدراسة الملفات بعد تلتعاش اكتور. بعد ذلك راح ترجع لنفس موقع هذا كونكور بوا اوناك بوا انديزات. وتدر حسابي وتدخل موتو باستاك وتدخل وتخرج السيدعاء تاك. يعني هذا بالنسبة للملفات المقبولة. سؤال اخر شرته بزيف تكرر في التعليقات. قال لك انا مازال ملف تاقي الدراسة. نعم كلي بزيف اللي عندهم ملفات قيد الدراسة. يعني في هاد الحالة يعني ما يتقلقش. يعني ممكن ما زمال حقش دور التعليقات. يعني كاين بعض الولايات يتأخروا في الدراسة. بالرغم ارى اننا شفنا حالة نادرة شفتها. يعني دراسة عشوائية. يعني نشتو حد الحالة عندها مشرف تربية. اخت عندها. عندها شهر الدراسة الطبيقية للجامعية. وسجلة مشرف تربية. وفضوا لها الملف. يعني رفضوا لها الملف. وما لقرد راح تسجل. كنت عودة تسجيل. راح يقول لها تم تسجيل مسبقا. وراح يرفضوا لها تسجيل تاني. يعني ما عرفش هاد الحالة كيفاش. كيفاش راح تكون. وبالنسبة لموضوع الثقافة. راح نحط لكم ثقافة عامة. كين واحد ملفة عندي. فيها بعض المواضع اللي كانت ستكرر بزاف. في النسبة للمسابقات. وبالنسبة الاعلام الآلي. كين بزاف. عنديش فكرة على. الاعلام الآلي وش راح يحطوه فيه ان شاء الله. الاعلام الآلي راح يحطوه ان شاء الله تعريفات على الويندوز. مثلا نقول لك اسئلة على الويندوز. اسئلة على كموحنا بيروتك. يعني اسئلة على الورد. وش هو الورد. يعني ممكن نقول لك ما هي وحدات الادخال بالنسبة للحاسوب. ووحدات الاخراج. يعني اسئلة هذي تكون خاصة بالحاسوب. بعدها راح تكون في اسئلة. نتكلم على النائم مقتصد. راح تكون في اسئلة على او تطبيق. يكون على الاكسل. هذا احتمال كبير جدا. يكون على الاكسل. يعني راجعوا الاكسل. يعني الاكسل كيفاش تحسب الخالية. وهذاك التطبيقات لهذه المعادلات كيفاش تحسب تخدمها. يعني. ونتذكر واحد مرة كان عطاونا سؤال على مكافحة الفيروسات. يعني. وكيفاش تستعملوا. وكيفاش تستعملوا. وكيفاش تستعملوا. وكيفاش تستعملوا. استعمال. فلاش ديسك. مثلا. تتذكر هات السؤال تاني. عطاوه هنا. وعطاوه هنا. يعني. يعني. تعريف بالعلم والي يتصابي صفاء عامة. يعني. هذا بعد الامثلة. كنت نتذكرهم. كنت جدست هذي. المتحانات في. كان واحد السؤال تكرر تاني. قال لك. اسكو فيها تكوين ولا? نعم. كان فيها تكوين. بالنسبة لي. مقتصد. هو نائب مقتصد. يعني. بالنسبة لي. راح ينجحوا ان شاء الله. راح عندهم تكوين. لعلم. مدة سنة. تقريب ان تكون في الولايات تاعك. مدة سنة. وبعدها. تقعد. مدة اشهر. وتاخذ. محضرة تعيين تاعك. وبالنسبة لي. الحالة المهنية. يعني. تسجيل بزاف. سألوني. حالة مهنية. يعني. حالة خاصة هذه. يعني. يقول لك. أنا أسكن. حمر هذه المرحلة. ولا لا. عندها تسجيل هذه المرحلة. هذه خاصة بالناس. اللي راح خدامين في الوظيفة العموية. مثلا. خدام في البلدية. أو خدام. مثلا. في مصلحة الضرائب. أو في بوستة. أو في. يعني. في منصب تابع الدولة. يعني. ماشية القطاع الخاص. لأنه. منصب تابع الدولة. راح يحصل لك. ثم المعلومات. يقول لك. تصنيف. عندك تصنيف شحاله. وطالبين منك ترخيص. التصنيف يعني. مثلا. كاتيجوري. كما قولنا هنا. وطالبين منك الترخيص. هذا الترخيص ضروري. خاصة بالنسبة لهم مرسمين. خدامي عندهم. لازم نكون هذا الترخيص. لأنه. إذا. نجحت. وشيف سيرفيس. مثلا. أو الإدارة. ما قبلت. باش تسرحك من البوستة. يعني. تقول لك. ملي ما كان يحكم بلاستة كلها. وانت تحاول تسمح في البوستة. هنا. راح تكون فيها. ممكن يوصل معك تل عدالة. لأنه. ما عندك ترخيص. يعني. ما أعطاوك ترخيص. باش تشارك في هذه. في المسابقة. وأصلا. أصلا. لما تروح تكمل الدوسين. يعني. بعدها. لما تنجح. إن شاء الله. وتكمل الدوسين. يتكملوا. راح تطلبوا لك. آآ. هذا كالترخيص. هكا. ورقة الترخيص. باللي. آآ. المسؤول تاعي. كان قابل. أنه تشارك في هذه. آآ. المسابقة. يعني. وبالنسبة للناس. يعني. نقطة مهمة. مهمة. هذه اللي نحكي عليها. بالنسبة للناس. اللي يقول لك. حالة الإقصاء. أنا عندي. لا ليسونس. وستسجلت في. آآ. نائم مقتصد. سمحوا. يطول عليكم في هذه الميديو شوية. بالنسبة للناس. هذه. يعني. في القانون. كان منها. كان منها. يعني. إذا كنت. إذا كنت. عندك. لا ليسونس. ومشي. تسجل. في نائم مقتصد. كان منها. بالصح. الحد الآن. أنا جامي. سمعت بيها. واحد قصاوه. في هذا. شفت واحد الحالة. في التعليقات. كان أخت. قاتلك في الدومي دي زويت. لائحة. قائمة. آآ. قائمة. قصاوه. في ولاية سطيف. يعني. باش نجيكم الصراحة. احنا في الجزائر. كان القوانين. مصح. ما شيء قائع الولاياتة تطبقوهم. ماشي قائع الولاياتة تطبقوهم. يعني. هي. في الوظيف العمومي. النور مال. ما. كي تربح. ما تربح. فالمسابقة. نجح. ما تجد نصيبها. قائمة. تطلب منك. هاد الوثائق. وهاد الوثائق. تكون فيها. تكون فيها. تكون فيها. تكون فيها. يثبت المستوى. بسح. ما شيء كامره. ما تطلبوها. يعني. في هاد الحالة. قدر تقو الحظ. عندما كنا نقول لكم طريقة تسجيل في النائم مقتصد لماذا نقول لكم لا لازم تسجيل في النائم مقتصد لا يقرر عندك لليسونس هذه تبقى تحمل مسؤولية لك يعني ممكن بعدها على حساب الولايات هي كل ولاية وكيف تشتخدم لكي تعرفوا بأننا نحن القانون جزائري عندك كل بين ليلة ونهار عندك قانون جديد يعني يقول لي عنده شي سؤال اضعونا في التعليقات ونجاوب عليكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته